تولي الدولة اهتماما كبيرا بملف المصانع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتسوية أوضاع المشروعات المتعثرة في جميع القطاعات ودخولها العمل في أسرع وقت وفق توجهات رئاسية جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل دعم الصناعة حيث تولي اهتماما بملف المصانع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها سواء أكانت مدية أو فنية وإجرائية لتحسين أداء القطاعات الانتاجية بالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتسوية أوضاع المشروعات المتعثرة في جميع القطاعات لإدخالها في العمل في أسرع وقت وفق توجهات رئاسية بضرورة استغلال كل الطاقات المعطلة في السوق إجراءات تنفيذية اتخذتها الحكومة من خلال عدة مبادرات مع البنوك لتمويل المشروعات والعمل على إعادة التشغيل المتوقف منها ومن بينها المبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية ابدأ لدعم كل مصنع متعثر ومخالف لمساعدته في تقنين أوضاعه من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع كتسيل الإجراءات والحصول على الترخيص المختلفة وتقنين الأوضاع وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة الدولة أطلقت أيضا مبادرات أخرى منها مصنعك دايما شغال للحيلولة دون توقف عجلة الإنتاج المبادرات تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في القرى والمراكز للبناء على جهود الدولة وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة وقامت مبادرة ابدأ ببحص نحو 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول من إطلاق المبادرة في سياق دعم الصناعات إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل سيمنع تسرب العمالة ويساعد على ضخ الانتاج في الأسواق ويزيد من الناتج المحلي للدولة كما أن دعم الصناعة وزيادة الانتاجية ينعكس بصورة مباشرة على التصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن انتاجها في مصر وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لا سيما وأن حل تلك الأزمة أو الظاهرة سيعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية وكذلك سيعمل على رفع القدرات الانتاجية للقطاع الصناعي ناهيك عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأخيرا المساهمة وبقوة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى مضعافة حجم الصادرات وتحقيق حلم المئة مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر